اشتركوا في القناة هذه الحلقة الثانية او الدرس الثاني من هذا المنهج اليوم سنشرح من كتاب اللغة الانجليزية للصف السادس وهو سنبدأ بالصفحة الثانية من الكتاب ونلاحظ الأرقام نعيد مرة أخرى نراحظ أيضا هنا ترفع يدها وتحيي وتقول مرحبا أنا هند hi I am هند في الأسفل لدينا سبعة حرف تبدأ من حرف الـ إلى حرف الـ سنكرأها سوية سنكرأ كل حرف ثلاث مرات مع الكلمة نردد حتى نستطيع حفظ الحرف والكلمة from the following حرف الـ حرف i is cream i is cream a is cream j j use j use j ä use k key k key k key l lemon l lemon ونعود مرة أخرى إلى الدرس ناخد الدرس بطريقة فاعلية وهو الدرس نمبر اشتركوا في القناة English for Saudi Arabia Sixth grade elementary First term Lesson two Lesson two Page two Page two Numbers and letters Numbers and letters أركام وحرف Hi I am hand هنا هنت تتكلم وتقول مرحبا أنا hand Hi I am hand Numbers سنبدأ بالأركام الديدة Six الرقم ستة Six Seven الرقم سبعة Seven Eight الرقم ثمانية Eight Nine الرقم تسعة Nine و Ten الرقم عشرة Ten Letters هذه الحروف سنأخذ أحرف جيدة اليوم H H H Capital H Small H H H H سنلاحظ حرف H H Capital يختلف قينا على Small وكلاهما ينطق H حسان باللغة الإنجليزية ينطق Horse ويبدأ بحرف H لاحظ Horse Horse هذا هو الحرف الأول من كلمة Horse هو الحرف H I I I I Capital I Small I Capital I Small I حرفين مختلفين في الكتابة ولكن منطقان بنفس النطق I Capital I and Small I هذه الصورة الكل يعرفها وهي كلمة Ice Cream وكلمة Ice Cream تبدأ بحرف I Ice Cream Ice Cream Ice Cream Ice Cream J حرف الج لاحظ حرف الج الكابتل وحرف الج السمول حرف capital J Small J كلاهما ينطق J أمامك هذه الصورة صورة عصير برتقال وهذه الكلمة كلمة عصير باللغة الإنجليزية تبدأ بحرف الج ج لاحظ جوس 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 كلمة جوس أول حرف فيها حرف الج وهو الحرف الذي يبدو أمامك في الصورة نفس الحرف هذا هو الحرف هذا K حرف الك K capital K small متشابهان وقريبان من بعض بالكتابة ولو كتبنا الحرف هذا بالشكل هذا أو بنفس الشكل بس كان صغير سمي small لأنه صغير وهذا capital لأنه كبير إذن هذا حرف K K K الصورة هذه هي صورة مفتاح وكلمة مفتاح باللغة الإنجليزية تبدأ بحرف الك اسمع listen key كلمة key تعني مفتاح key 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 لاحظ الحرف الأول هو حرف الك L L L L حرف الأل capital حرف الأل small مختلفان في الشكل ولكن لهما نفس النطق look at this هذه انظروا لهذا الشكل هذا الشكل ليمونة والليمونة تنطق في اللغة الإنجليزية lemon lemon ويتدى بحرف الأل lemon 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 m حرف الأم capital حرف الأم small m capital m small m m m لاحظ صورة mouse كلمة mouse تدى بحرف m mouse 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 n حرف ال-n حرف ال-n n n n هذا حرف ال-n capital هذا حرف ال-n small وهذا الرقم تسعة ينطق في اللغة الإنجليزية nine وكلمة nine تبدأ بحرف ال-n لاحظ nine هذا الحرف الأول لاحظ هو الحرف فعلا الحرف حرف ال-n الموجود أمامك في الصورة شكرا وهكذا نتهينا من الدرس ونذهب إلى التماريح تحري sucking شكرا على حرف شكرا كلنا لحظة الصورة الأمامنا choose the number هنقرأ الأرقام اللي عندنا في الحصة الماضية والدرس الماضي وحلقة الماضية أخذنا الأرقام إلى number 5 اليوم سنضيف عليها 6, 7, 8 نعيد مع بعض 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 هذه الأرقام اللي اللي أخذناها اليوم نعيدك الكراعة 1 2 3 4 5 6 7 8 Complete the missing letter Complete the missing letter يعني أكمل الحرف الناغل 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 18 18 19 20 20 20 20 وحرف الأخير الحرف هي والحرف اللي كان ناكس هو الحرف هذا حرف الكي نعود مرة أخرى نقرأ الأركام المرة الثانية 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 complete the missing letter complete the missing letter H H I I J J نعود التمرين نفسه K والحرف الناقس K L M M وحرف الأخير حرف ال-N complete the missing number الآن التمرين آخر complete the missing number يعني أكمل الحرف أسف أكمل الرقم الناقس في الفراغات التي أمامك 6 يلي 7 8 9 9 ما هو الحرف الذي يلي 9 9 10 9 10 10 الرقم 10 How many dogs are there? 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 يعني كم عدد الكلاب التي تراها في الصورة? 1 2 3 4 5 6 إذن عددها 6 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 7 8 8 8 9 9 12 12 13 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 16 14 20 22 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 تساوي 4 بلاس 5 4 زائدا 5 تساوي كام هل تساوي 1 4 7 8 5 2 3 6 9 هتختار رقم صحيح من الرقم التالي لأمامك ما هو الرقم الذي يوضع في هذا الفراغ ويكون بشكل صحيح مين توصل العجابة صحيح هي العجابة 9 لإجابة number 9 4 زائد الخاصة تساوي 9 نعم حسنا من آخر لدينا هنا عدد من المراءات الموجودة أمامك 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 how many mirrors are there how many mirrors are there how many mirrors are there كم عدد المرآة التي أمامك there are 8 mirrors there are 8 mirrors توجد 8 مرآة أمامك هنا تمرين آخر أيضا يدعم العروف اختر الحرف الصحيح عندنا الحرف M بالكبيتل ونبحث في الحروف الأربعة التي أمامك عن M الصمور هل هو number 1 number 2 number 3 number 4 الكل مننا يخمن ما هو الرقم الصحيح أو الإجابة الصحيحة لحرف الأم الكبيتل هل هو 1 2 3 4 أعتقد الجميع وصح الإجابة الصحيحة وهو الرقم number 1 سنتأكد من إجابتنا هو صحيحة أم غير صحيحة صحيحة وحرف الأم هو number 1 أحسنت جابة صحيحة تمين آخر أيضا على الحروف على السورية على الأرقام complete complete 6 6 plus زائد 2 2 equals يساوي إذن 6 plus 2 6 زائد 2 يساوي رقم الأرقام التي أمامك وأعتقد الجميع وصل إجابة وهي ها وهي رقم number 8 number 8 يس number 8 إجابة صحيحة إجابة صحيحة أحسنت وهكذا نصل إلى نهاية التمرين وسننتقل إلى مباشرة إلى كتاب النشاط لننظر ما هو الواجب الموجود عندنا في هذه الحلقة أو في هذا الدرس lesson 2 عندها الحروف H I J K L M N جميع الحروف التي أمامك كتبت في كتاب النشاط ووضعت تحت كل حروف أربعة أسطر 1 2 3 4 تأخذ القلم الرصاص وتعمل trace على الحروف التي أمامك ترد عليها ترد على أول ثلاثة وترد على ثاني ثلاثة ثاني مجموعة ثم تكتب المجموعة الرابعة ثم تعود الحروف الحرف small وتعمل نفس العمل وبعد أن تنتهي تمسك كلم الرصاص وتكتب بنفس الشكل تحت كل مجموعة الحروف نفسها وهكذا حرف I J K L M N نعيد مرة ثانية H I J K L M N نعود إلى كتاب الطالب ونحاول مراجعة الحروف التي أخذناه الأرقام H I J K L M N والذي أخذناه الأرقام هنا 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 H horse I ice cream J juice K K L lemon M mouse N 9 10 12 12 14 15 15 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 20 23 21 23 24 22 25